بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وياوميات تاجر من كيرو طبعا أنا بشكر كل أصدقاء العزاء اللي يعني واسونا شكرا جزيلا لا أراكم الله في مكروه لديكم ربنا يبعد عنكم الحزن طبعا يعني مشكلة الفراء ومشكلة الحزن خصوصا لما يكون حد عزيز يعني عزي الناس عندك يعني أمك دي عزي الناس عندك وطبعا العائلة عندي تقريبا بتنقرد يعني العائلة عندي في خلال أربع سنوات كانت أكتر حالة وفيات حالات وفيات بشكل غير طبيعي يعني أربع سنوات عجاف يعني ابنتي وابني وبعد كده عمتي خالتي خالي أمي فإيه كل ده وفيه ناس تانية يعني طبعا الناس تانية يعني مثلا الزوج أختي مش عارف إيه مش يعني زوج أختك برضك مش هيأثر فيك زي مثلا أمك أو بنتك يعني أو ابنك طبعا ربنا يحفظ ابني آدم آآ فطبعا أنت عندك سلسلة أربع سنوات سلسلة من الوافيات فكل دي ابتلاءات من المولى عز وجل فلازم يعني تقرب من المولى عز وجل تقرب من ربنا تقرب هو عايزك تقرب له يعني الابتلاءات دي كلها ما هي إلا لتقرب من المولى عز وجل طبعا الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا لا يوجد حقيقة أخرى يعني ما فيش حاجة كلنا عارفين إن إحنا هنموت وأنا نفسي أنا نفسي أنا كنت هموت سبحان الله في العيد العيد الكبير العيد الأطحى كنت هموت وخلاص كنت فعلا يعني كنت في النهائيات يعني كنت هوصل كنت هتكتب كده كرقم من الأرقام اللي توفت في العائلة فبس ربنا نجاني ورجعت مرة أخر فهي دي بقى الحياة هل هتوقف وتكمل ولا خلاص انت انتهيت طبعا أنا توقفت عن المتاجرة مع شركات التمويل لفترة لأن أنا سيكولوجيا مش قادر يعني ربنا يؤثر الحال طبعا أنا كنت نجحت في التقييم الأول لإيه قيت وتبقى التقييم التاني فأنا متوقف لأنه أعطوني لغاية يوم 26 29 فلسة معك وقت فأنا متوقف عن المتاجرة لإني أخد بس نفسي أخد نفسي دماغي تقدر تشتغل مرة أخرى فاهم لكن من نسبة أننا إن شاء الله مكملين مع أصدقائنا في الدورات المختلفة نبدأ نعمل محاضرات مكسفة جدا في دورة تحليل رقمي ودورة الدوجونس إن شاء الله الفترة المكبلة ونحاول نعوضهم عن الفترة اللي أنا غبتها دي كلها بسبب المرض وبعد كده حالة الوفاة بالنسبة لشركات التمويل أنا بحاول أعمل حاجة يعني بحاول أقدم للمواطن العربي حاجة ملموسة حاجة جيدة طيب هعمل إيه هحاول أشرح لك المصطلحات يعني المصطلحات الخاصة بشركات التمويل مصطلحات العامة يعني التراجع اليومي التراجع الكلي كل الحاجات اللي هي مشترك فيها شركات التمويل على شرطة تقدر تفهمها أشرح حالك إن شاء الله بالتفصيل مشاكل موقع لشركات التمويل إن شاء الله هنسعى للكلام ده خلال الشهرين المقبلين يعني على نهاية شهر تسعة يكون هذا الموقع هو أكبر موقع لشركات التمويل هتلاقييني على طول عمال أعمل مقالات كثيرة هنبدأ فيه إن شاء الله هذه المقالات ممكن أبدأ فيها ممكن من عشرين تمانية مثلا إلى تلاتين تسعة يعني هنحاول كده خمسين يوم هحاول أعمل أكبر عدد من المقالات على كل الشركات التمويل بحيث إن انت تدخل للموقع تقدر تبحث عن الشركة وتقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايز إلى جانب طبعا أنا بشوف كل الأسئلة الخاصة بحضراتكم في التعليقات لو عاوز سؤال تطرحوا في التعليقات لأن التعليقات هي اللي أنا بشوفها لأن البعض ممكن يرسلني على التليجرام أنا بقيت شوف تحت تليجرام كثيرا وأيضا ممكن ترسلني على الإيميل اللي هو في التسكريبشن مفيش أي مشكلة لكن بيكون الأفضل هو القناة يعني التعليقات الخاصة بالقناة أنا بشوفها كلها وبكتبها عندي بكتب طبعا في تعليقات بتكون متكررة من أشخاص مختلفين يعني واحد بيسأل مثلا على التراجع اليومي والتاني بيسأل برضو على التراجع اليومي فكل دي باعتبرها سؤال واحد خلاص هو الناس عايزاني أشرح التراجع اليومي فبكتبه عندي ويعيد صياخته مرة أخرى أقول لا لازم أبسطه أنا أشرحته أكتر من مرة وواضح إن في سوء في مسألة الشرح تمام فحاول يعني يكون الشرح أفضل أو أبسط تمام إلى جانب أنا أقولت لك هعمل مقالات على الموقع إن شاء الله تحاول اللي أنت تشرح بأكبر قدر ممكن إن شاء الله حاولوا اللي أنت تستغلوا هذه الفرصة لشركات التمويل تستغل فرصة إن في حد بيشرح لك شركات التمويل وحاول إن ربنا يكرمك وتعمل حاجة مع شركات التمويل يعني أنت مهما كانت ظروفك سيئة مش هتكون زي يعني مهما كانت سيكولوجية المتاجرة عندك سيئة مش هتكون زي أبدا فالحمد الله أنا بقول لك أنا عاوز أشتغل عاوز أعمل حاجة فتوكل على الله واحدة واحدة هنوصل مع بعض إن شاء الله الأعوام المجبلة ربنا هيؤثر الحال إن شاء الله ويكرمنا جميعا من فضله أي سؤال أنت شايف إن هو سؤال أنت مش فهمه ممكن تكتبه في تعليق أنا بشوف كل التعليقات حتى لو التعليق لم يتم نشر أنا بكون شفته بس أنا فيه تعليقات ممنشورهاش لإن هي ممكن تكون مقررة وكده اليوتيوب بيحزف التعليقات مش عارف بعد فترة كده بتلاقي حزفة في تعليقات أصلا ما بتجليش فربنا هيؤثر الحال إن شاء الله وخير وشكرا جزيلا لكل من قام بواجب العزاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة